بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيتين تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكيم دبي وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأهلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيهما سمو عن خالص تعزيه وصادق مواساته لسموهما وللشعب الإماراتي الشقيقة بوفاة المخفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليف بن زايد آنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مبتهلا سمو إلى المولى عز وجل أن يتقمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم سموهما والأسرتين الكريمتين والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء مشيرا سموه بأن الأمتين العربية والإسلامية فقد فقدت رحيله قائدا عظيما خدم شعبه ودافع عن قضايا أمتي العربية والإسلامية مستذكرا سموه مواقفه المشرفة في دعم قضايا الكويت العادلة إبان فترة الاحتلال العراقي ومشيدا بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عهده الميمون من تقدم ونمو واستهار كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتين تعزية مماثلتين ترجمة نانسي قنقر